صباح الشتا والجو البرد بما اني برت كده وبدأ يمطر معانا يبقى عاوزين حاجة تدينا طاقة وبور وصفتنا النهاردة حلوة قوي مفيش حد ما حبهاش المفتاة قوي الحلبة المعقودة كلها فويد وحقولك على طريقة حلوة قوي ازاي تثبطي سمكها لا تبقى خفيفة ولا تقيل وكمان طريقتها مفيش ابسط منها اصحاب الضيط اطلعوا من الفيديو لان كده الضيط راح ورا الشمس بعد الشتا ما يخلص ابو عملوا ضيق لايك وشير ودعواتكم الحلوة البسبوسة نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة الفيديو النهاردة هيكون خفيف لاني هعمل كمية صغيرة حقول على المقدير ونخش على الخطوات على طول معايا كباية من الزيت والكباية اللي هتعايير بيها الزيت تعايير بيها السوداني والسمسم ونص كباية من السمسم ونص كباية من السوداني ثلاث معالي كبار من الحلبة المحوجة اللي بنقوله عليها القرطاص تروح عند العطار وتقوليله عايز القرطاص للمفتاء ومعلقة كبيرة من الحلبة المطحونة ما تقطريش عشان ما تمررش معاكي ومعلقة كبيرة من الدقيق وكيلو من العسل والمعلقة اللي عيرت بيها اللي هي معلقة الاكل اللي بنأكل بيها تجي بحلة كبيرة تكون واسعة عشان العسل مايفرش معانا نحطها على البتجاز والنار تكون متوسطة وحضيف كباية الزيت وأول ما تسخن معنا حضيف معلية الديق مع تقليب مستمر لحد ما شوح الديق وياخد لون بسيط عشان الديق ما يظهرش معانا في المفتة بعد كده هزود السمسم والسوداني وديله تشويحة حلوة كده يعني تحميصة بسيطة كده وأول ريحته ما تلاقيها ظهرت معاك في الوقت ده هنزود الحلبة المحوجة والحلبة المطحونة ونديهم تشويحة كده وحتلاقي الشقة تقلبة ريحتها مفتة كل مكون بتزوده بتديله تشويحة كده عشان المفتة تطلع معاك أحلى من اللي بتشتريها من بره وكل اللي حيدقها من إيدك مش هيصدق أن انت عاملها كده تمام في الوقت ده هزود كيلو العسل وخلي بالك ليفور معاك لأن العسل أول ما بتزوده بيفور على طول لازم تهدي النار قبل ما تزوده مع تقليب مستمر من وقت للتاني سواها بياخد قدقية بزبوسة معاك من نص ساعة لساعة إلا رب على حسب النار يعني لو مهدية قوي ممكن ياخد معاك ساعة إلا رب لكن لو النار أعلى من الهادية شوية يبقى نص ساعة هي بصراحة أخدت معايا نص ساعة بالزبط لأن الكمية كانت بسيطة لازم تقليبيها من وقت للتاني عشان العسل ميت لساعة منك بعد مرور تلت ساعة من تقلبها على النار هزود ربع معلقة صغيرة من ملح اللمون لو مش متوفر عندك ملح اللمون ممكن تحطي لمونة صغيرة متوسطة كده أنا بصراحة ما كانش متوفر عند اللمون فزودت ربع معلقة صغيرة من ملح اللمون أكيد طبعا ما دوبتهاش في ميا لإني ما ينفعش إن أنا زود على العسل ميا نهائي أول ما بتزودي ملح اللمون لون العسل بيتغير معاك وبعد كده بيرجع لطبيعته تاني أكيد ممكن يجيني سؤال في التعليقات طب يا بس بوس أنا خايفة بعد نص ساعة أو ساعة اللارب يتبقى خفيفة أو يتقيلة أوي هقولك على اختبار بسيط جدا جدا وسهل هيخليك تعرفي سواها بعد نص ساعة بالضبط طف النار عليها وخدي منها معلقة صغيرة في طبق صغير كده وسبيه لحد ما يبرد وشوفي سمك المفتأة أو الحلبة المعقودة لو السمك ده عجبت كده يبقى كده خلاص استوات معيك لكن لو لقتيها خفيفة شوية ممكن تولعي النار عليها لمدة دقيقة أو دقيقتين وكده هتعرفي سوا المفتأة أنا بصراحة بعد مرور نص ساعة عملت اللي اختبار ده وكانت زي العسل لإني خلي بالك وهي سخنة بتكون خفيفة لكن لما بتبرد سمكها بيتقل معانا وشايفين باسم اللي مشاك كده لسه دافية معايا يبقى معنى كده ان هي لسه هتتقل جامد يبقى كده خلاص قعدت معايا نص ساعة بالضبط بعد نص ساعة وبردت معايا عبتها في العلب زي ما انتوا شايفين عملت معايا تلت علب بالشكل ده وبرطمان صغير كمية حلوة قوي يعني تكفيكي وزيادة فطرة طويلة لانك مش هتكليها كل يوم يقل لكده وزننا حيزيد جامد قوي وبسم الله ما شاء الله أحلى وأطعم مفتأة وحلبة معقودة تدف فيكي في الشتاء اللي احنا شايفينه ده ما تنسوش اللايك والشير ودعواتكم الحلوة البسبوسة والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة دمتم في حفظ اللي ورعايتم اشتركوا في القناة